موجز الأخبار من يامن شباب أهلا بكم أقدمت قوات الاحتلال على نسف مبان سكنية في حي الزيتون بقطاع غزة الذي يشهد اشتباكات عنيفة بين المقاومة والقوات الصهيونية المتوغلة وأفاد مراسل يامن شباب باستشهاد 12 فلسطينيا على الأقل إثر غارات وقصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة وجنوبه منذ صباح اليوم الجمعة تسلمت قوات درع الوطن أمس الخميس السيطرة على ميناء الوديع البري الواقع في محافظة حضرموت والذي يعد الرابط الحيوية بين اليمن والمملكة العربية السعودية وبحسب مصادر مطلعة فقد قامت قوات درع الوطن بتولي مسؤولية عدة مواقع رئيسية داخل المنفذ بما في ذلك نقطة الجوازات وساحة الجمارك والبوابة الوسطى فضلا عن النقطة الفاصلة بين المنفذين في حين تواصل قوات الواء مياة وواحد واربعين الذي كان يشرف على تأمين المنفذ الاحتفاظ بالبوابة العسكرية والبوابة الخارجية والمواقع المحيطة توفيت أسرة مكونة من ستة أشخاص فجر اليوم الجمعة نتيجة انهيار منزلهم في قرية شمسان التابعة لعزلة جبع بمديرية الخبط في المحويت وذلك إثر استمرار هطول الأمطار الغزيرة التي أدت إلى انهيار سقف المنزل الشعبي الذي كانوا يقيمون فيه ووفقا لمصادر محلية وصحية فإن الضحايا هم المواطن حسن الدروبي وزوجته وأربعة من أبنائه وعلى الرغم من جهود الأهالي الذين هرعوا إلى موقف أو موقع الحادث إلى أن محاولاتهم لإنقاذ الأسرة كانت غير مجدية حيث لقي جميع أفراد الأسرة حتفهم على الفور نتيجة انهيار المنزل يعاني مستشفى الثورة العام في محافظة تعز من أزمة مستمرة بسبب نفاذ الوقود ما أدى إلى توقف عدة أقسام طبية حيوية في المستشفى للمرة الرابعة من نوعها خلال الشهر الجاري وتعتبر الأوسع والأكثر تأثيرا بين حالات التوقف المتكررة التي شهدها المستشفى في الآوينة الأخيرة وأفاد مصدر طبي في هيئة المستشفى بأن الأقسام الطبية توقفت عن العمل منذ أمس الخميس ما يشكل تهديدا مباشرا لحياة عشرات المرضى بما في ذلك مرضى مركز الغسيل الكولوي والعناية المركزة قتل صياد يمني برصاص القوات البحرية الإيريترية أثناء ممارسته مهنة الصيد في المياه الإقليمية للبحر الأحمر فيما تم الإفراج عن صيادين آخرين في التعسفات التي تستهدف الصيادين اليمنيين وقالت مصادر محلية إن الصياد سعيد غفاري من مدرية المخى قتل برصاص القوات الإيريترية أثناء ممارسته الصيد ضمن الممارسات التعسفية من قبل القوات الإيريترية على الصيادين اليمنيين ما يفاقم من معاناتهم ويزيد من المخاوف بشأن سلامتهم أثناء مزاولة نشاطهم في المياه الإقليمية نهاية الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة